مساء الخير يا شباب ايه الاخبار كله تمام? هنتكلم النهاردة عن الشابتر الاخير في التاكس بيتكلم على التاكس on real estate wealth revenue الضريبة العقارية. اللي هي تشمل الاراضي الزراعية والزراعة والعقارات. سواء تأجير العقارات او بيع العقارات. تمام? يبدأ التاكس ده نقدر نشتغله من السلايد او من البي دي اف اللي عندكه هو هو نفس الكونت بالظبط. اكسبت ان البي دي اف ده في مور اجزامبل. بعد ما هنخلص ان شاء الله. هنقول كده على بعض النقاط في التاكس اكاونتنج. الشابتر سهل جدا ما فيش فيه اي مشكلة. هنحل مع بعض دلوقتي وركز معي. والشابتر ده طبعا زاد ايه اهمية قصوى. احنا عندنا الشابتر بتاع الانترو دكشن. عندنا التاكس on commercial and industrial activities. عندنا التاكس on real estate. عندنا الافاكت of machine learning and artificial intelligence on التاكس اكاونتنج. تمام? هنبتدي مع بعض. ونقول الضريبة دي بتتفرد عليه. اولا عندي زي ما اتفقت معيكو الضريبة العقارية. هنتكلم عن. الربنيو of leasing furnished housing. الربنيو of agriculture exploitation of horticultural crops. اللي هي المحاصيل البستانية او الزراعات. هنتكلم عنها in details. هنتكلم عن الـ construction مش قوي. يعني مش هناخوض في الحيطة دي قوي. وهنتكلم عن الربنيو of agriculture land planted with ordinary crop. ايه الفرح نشوف دلوقتي. طيب. الـ general characteristics of unified tax on real estate. الضريبة دي بتتطبق عليه. اولا الضريبة دي بتتطبق على الارادات اللي جايه دي من السر والعقاري. يبقى الـ revenue belong to agriculture land and buildings which are owned or rented by natural persons. طيب. مين? الـ taxable entities. الـ revenue of real estate which are subject to tax. اولا عندي الـ revenue of agriculture lands. الاراضي الزراعية. وده يشمل الـ revenue of agriculture land property. الضريبة الاراضي الزراعية دي نوعين. عشان بس نبقى ايه فاهمين. الضريبة على الارض الزراعية نفسها. والضريبة على المحاصيل اللي انا زراعها. فانا عندي ضريبتين. ضريبة صاروة عقارية وضريبة ايه? اراضي اللي هي بكم بيسمنا للاطيان الزراعية. ضربتين. يبقى الـ revenue الاراضات اللي جايه لي من زراعة الاراضي هتشمل حاجتين. عندي اراضات بتاعة الـ agriculture land property. لان انا الاراضي دي ممكن اقجرها. وعندي حتى لو مش زراعها. وعندي الـ revenue of agriculture يعني لو انا بقى زراعها بفواكه او محاصيل او نباتات عطرية نباتات طبية نباتات زينة او نورسرز حضانات للزراعات يبقى هنا ايه? دي تغضع للضريبة. هنعرف طبعا الفرق انا بكلمك هنا بصفة ايه? بصفة طيب. اه يبقى شوفنا الـ scope عندي بقى الـ scope ده هنتكلم فيه اه بالتفصيل شوية. عندي. دي المحاصيل او المنتجات البوستانية يعني الحاجات اللي فيها زراعات زي الفواكه زي ايه تاني زارع فاكهة زارع اللي هي الموز والبرتقان والتفاح والكلام ده كله. طيب هل الاراضات اللي جاية لي من الزراع دي خضع للضريبة او خضع للضريبة. بس الحكومة هنا ادت لنا اعفاء ثلاثة فداني. يعني لو انا عندي ارض عشرة فداني يبقى انا هتحاسب عن ايراضات سبع ايه? سبع فددين بس. وثلاثة دول مع فيه. طيب. عندي ايه تاني? عندي المحاصيل النباتات الطبية والنباتات الزينة والنباتات العطرية. اروماتيك العطرية. ميدجل الطبية. اللي هي الزينة. النباتات دي اه خضع للضريبة. يعني لو انا زرعت الزراعات دي هتبقى خضع للضريبة. باستثناء فدان هو اللي القانون سمح ان هو مع فيه. طيب. ايه تاني لو انا زارع? لو انا زارع عندي الزراعات عارفين الشتلات والحضانات بتاعت الزراعات. اه دي خضع للضريبة. يعني لو انا عندي مشاهدة البزرع. اه حضانات الزراعات. الشتلات الصغيرة. اللي بتتاخده ايه? تعد زرعتها. دي خضع للضريبة. معالهاش اي استثناء. الا لو انا استخدمت للبرسونال ايه? للبرسونال يوز. تمام? اه طيب. يعني هنقسم طبعا كل الكلام ده تاني. بس يعني افهم معي هالضريبة دي بتتفرد علي. يبقى انت فهمت ان هي بتتفرد على الاراضي الزراعية. تفهمت ان احنا عندنا زراعات معينة بيتفرد عليها ضرائب. عندي زراعات عادية. زي الامح والقطن والكتان دي زراعات طبيعية. دي معفية من الضريبة. اه انما لو انا بزرع زراعات بوستانية الفوايك ونباتات العطرية والطبية والخضروات. دي ايه اه خضع للضريبة. تمام? طيب. عندي الربنيو اف اه بريميسس او بيلدينج بروبرتز يعني الاراضات اللي على العقارات بقى. العقارات خضع للضريبة. تمام? معادة شقة واحدة بس هي اللي القانون سمح ان هي تبقى معفية. طب لو انا اجرت العقارات خضع للضريبة. تمام? يبقى تعالوا نقسم كل اللي احنا قلناه دلوقتي تاني. الريال استيت الصروة العقارية. هنقسمها لاجريكولتر لاند بروبرتز يعني اه صروة اه صروة الاراضي وصروة المباني. طيب وهنشرح يعني ايه الكلام ده. اما اه الضريبة اللي على الاراضي فهنقسمها لاتنين. عندي زي القطن والكتان والخضروات. دي معفية من التاكس عن ريال استيت والسرابي. هم اللي بيتفرد عليها اني تاكس. بيتفرد عليها الضريبة اه ضريبة الاراضي بس. طيب. عندي اراضي اللي هي مزروعة بالمحاصيلة البستانية. زي النباتات الطبية والزينة والاه اه والنباتات الاعترائي. دي بيتفرد عليها نوعين من الضرائب. الاند تاكس. والاراضات اللي جاية من الزراعة نفسها بيتفرد عليها. انما الزراعات المزروعة بزراعات عادية بيتفرد عليها ايه? يبقى لو انا عندي ارض. الارض دي زريعها. نباتات عادية عندي ضريبة ايه? ضريبة الاراضي. لو انا عندي ارض زريعها بنباتات بستانية زي الفوايكه. النباتات العطرية والزينة والاه. قلنا ايه? نباتات عطرية وزينة والاه. والاه. والفوايكه دي بيتفرد عليها نوعين من الضرائب. ضريبة الاراضي نفسها والاراضات اللي جاية لي من الزراعات دي بيتفرد عليها ايه يا شباب بيتفرد عليها تاكس ان ريال ايه استيت. علشان نقدر الرقيمة بتاعت الضرايب بنستخدم حاجة اسمها لاند تاكس. ضريبة ضريبة الاراضي. as a page to measure the revenue from the land. يعني ايه? هنشوف تلوقتي. طيب. يبقى انت كده فهمت ايه? اوفر فيو. طيب. قللي conditions for imposing the unified tax on real estate. ايه هي الشروط اللي هتخليني? اطبق ضريبة tax on real estate. اول حاجة اللازم نعمل assessment دي طبعا بتبقى محددها الحكومة للتاكس والبالدينج تاكس. علشان اقدر افرض الضريبة. ايه تاني? قال لي اه اه التاكس is imposed on the owner of agriculture land. ال owner of the plantation. ال owner of the premises. يعني احنا دلوقتي لو انا مأجر الارض هيتفرد عليها الضريبة? والله لو انا مأجر الارض وزارعها بنباتات عادية مش هيتفرد عليها ضريبة. ومالت ضريبة الارض هيتفرد على مين? على صاحب الارض. طب لو انا صاحب الارض وزارع نباتات عادية هيتفرد عليها ضريبة الاراضي. طب لو انا صاحب الارض وزارعها بنباتات بستانية هيتفرد عليها ضريبتين. ضريبة النباتات اللي صاروا وهتفرض عليها طيب لو انا مأجر الارض وزارعها بنباتات بستانية هيتفرض علي ضريبة طيب لو انا مأجر وانا ومأجر المباني هيتفرض عليها ايه الضريبة احنا كده ايه فهمنا ان عندي ضربتين تمام طيب لو انا جيت دلوقتي قلت ايه هي الريجيلر بروتكس وايه هي الهورتيكولتر بروتكس الريجيلر بروتكس زي القطن والكتان والحبوب والخضروات الرابنية ونستطيع التعبكين للحبوب والكتان والريجيلر بروتكس ومالسبج لليه لللاند تاكس طيب الربنية بتاع الهورتيكولتر بروتكس تمام ايه الهورتيكولتر زي الفروتس والاروماتيك النباتات العطرية والهورتيكولتر البستانية النباتات الزينة والطبية وكلام ده كله دي هيتفرض عليها ضرقية ايه الاعفاءات بتاعت الضريبة دي بتتمثل لو انت دي عقرات عندك يعني هو بيت واحد بس اللي معه في لو انت ايه قاعد فيه. وطبعا عندنا ان دي ضريبة دخل فليها حد اعفاء سنوي طبعا ايوة بروف عليكم هو مش سبعة تلاف وايه ومتين ليه مش سبعة تلاف ومتين مش سبعة تلاف ومتين علشان حضرتك اه احنا اتفقنا ان الضريبة بتاعة الدخل الاعفاء بتاعها بيتغير يعني السنة اللي فاتت تسعة تلاف بعدين وصل خمستاشر والسنة دي زودوها كمان. طيب ايه الاعفاءات من الضرائب الاطيان الزراعية? والله الاعفاءات من الضرائب الاطيان الزراعية عندي يا شباب اه الاراضي الصحراوية الحكومة عفتها لمدة عشر سنين عشان اشجع الناس ان هي تستصلح اراضي وقصة دي اللي انتم عارفانها. والاصلاح بتاع الاراضي نفسها. تمام? دي الاعفاءات. طيب. يبقى لو احنا رجعنا تاني وقلنا السكوب بتاع الضريبة هتتفرض علي ايه? هنقسمها الاتنين. ضرائب على العقارات وضرائب على الاراضي الزراعي. الاراضي الزراعي الاراضي الزراعي الاراضي الزراعي الاراضي برضو سبجك للايه? طيب. طبعا احنا هنشوف وهنحل مع بعض دلوقتي الموضوع سهل جدا جدا جدا. فيش في اي مشكلة. طيب. لو ازاي هنقدر المصروفات? يعني انت دلوقتي عندك ايرادات ان انت زرعت الفدان وهتبيع الفدان مثلا بعشر تلاف جنيه. فين مصروفات? فين المصروفات? حددتها الحكومة. لو او القانون. لو انا زارع زراعات آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� العطرية ونباتات الزينة لي مصروفات 20% محددها الحكومة. طب لو انا عندي بقى اقراراتي الضربية وبسلامها في موعدها وكده يبقى ده خضع للأكتشول بيزز دي هنشوفها بعدين. احنا ده نكلم على الارباتريري بيزز. يبقى الربانيو اف اجريكولتشر لاند. اجريكولتشر لاند is determined as the rental value taken as a base for assessing the tax imposed accordingly. طيب. افتر دي تاكتين 30% لو ارداني رقب. و20% يبقى اللي فاضل اللي احنا هنحسب عليه الضريبة. كان في المية? 80% طيب. بص شباب. ايه قصة دي? نشرحها بس الاول. انا بحدد التاكس بالنت بروفت ازاي? بجيب كأنه يمأجر الارض. وبخصم منها نسبة احنا اتفقنا. اتفقنا على ايه? اتفقنا على ان. يعني حكومة محددة حاجة اسمها الاند تاكس. تمام? طيب. انا بقدر قيمة ال الاند رنتل فاليو واخصم منها كم في المية? 30% از اكسبنز. يعني لو مسلا فرضنا ان الارض بتاعتي قيمتها الايجارية 10 تلاف جنيه. فانا لي مصروفات 30 في المية من العشر تلاف جنيه. يبقى لو انا جيت قول عشر تلاف جنيه. تمام? على الشاشة من الماوس بس هو اللي انا بكتب به. ناقص تلاتين في المية. كمصروفات من العشر تلاف جنيه. يعني تلات تلاف جنيه. يبقى الضريبة اللي انا هدفعها هي كم? هي سبعة تلاف جنيه. انا قاسف مش الضريبة اللي هدفعها يعني الربح الخاضع للضريبة. طبعا الربح ده لسه بنشيل منه يا شباب لسه بنشيل منه. اه الاعفاء حد الاعفاء الشخصي والقصة اللي هدفعها وبعدين نحسبه لريتس لان الضريبة طيب لو مش موجود اللاند رنت الفاليو. العشر تلاف جنيه دي مش موجودة. وجي قال لي ان الضريبة اللاند تاكس اللي على الارض هي الف وربعمية جنيه. اللاند تاكس الف وربعمية جنيه. حد نقدر نجيب اللاند رنت الفاليو. اللاند لاند الفاليو هنسميها الار في. ده اللاند رنتل اي. اللاند رنت الفالي. الار. تمام? الار في. معروف ان الضريبة على الاراضي اربعتاشر في المائة. حل? طيب. لو احنا جينا قلنا. ان الالف وربعمية جنيه دي بتمثل اربعتاشر في المائة ضريبة. يبقى القيمة الايجارية بتاعة الارض ايه? 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 هنعملها كروس ملتابليكيشن. الف وربعمية بتمثل اربعتاشر في المائة. يبقى المية في المائة هتطلع بكام? يبقى انا عشان اجيب القيمة الايجارية. هتطر ان انا اقسم اقسم ايه? اقسم الف وربعمية على اربعتاشر في المائة. الف وربعمية على اربعتاشر في المائة. هيديني ثانية واحدة. على اربعتاشر في المائة. هيديني عشر تلاف جنيه. هيديني كم يا شباب? عشر تلاف جنيه. ايه بقى العشر تلاف جنيه دي? هي القيمة الايجارية. هي دي اللي هنخصم منها تلاتين في المية عشان نحدد الربح الخاضع للايه? للضريب. يبقى عشان ما انتوش. انا احسب الضريبة ازاي? اولا ضريبة الاراضي اربعتاشر في المية. بنجيب قيمة تقديرية. طبعا احنا اتفقنا ان انا ما عنديش ايه? طيب بعمل ايه? بجيب حاجة اسمها طب انا زارع الارض بمحصيل زراعية عادية? يبقى عند مصرفات تلاتين في المية من. الاندر انت الفاليو مش جيفن بس ما ديني الضريبة بتاعت الارض. الف وربعمائه جنيه ضريبة. وانا عارف that are insecure.Ụあとhm الاراضي. لو اسمت الف وربعمائة على اربعتاشر في المية يديني القيمة الايجارية للارض. هل هدفع ضريبة عن كل القيمة الايجارية? لا الحكومة بديتني كم في المية للمصرفات تلاتين في المية. لو انا زارعها بمحاصيل عادية وعشرين في المية لو انا زراعها بمحاصيل بستانية. تمام? طيب. تعال نشوف نحسب الضرائب ازاي سريعة كده? طيب. الراجل ده بيمتلك مية فدان اراضي زرعية والقيمة الايجارية للفدان الفين جنيه. نحسب للضريبة ازاي? مية فالفين متين الف جنيه. هل هيدفع? يبقى ده الاند هنا كانت لاند الار في عشان انا مش بعرف هنا اكتب الايه? الار. الار في طيب. مية في متين اعفة الفين يبقى متين الف. طيب. الحكومة هتدي له كم اعفاء? تلاتين في المية. يبقى هو هيدفع الضريبة عن كم? عن سبعين في المية فقط. ممكن تحسبها كده او ممكن تدرب المتين الف في تلاتين في المية وترجع تقسيمهم من متين الف يدي لك الف مية واربعين اي الف. طيب. هل المية واربعين الف دول هيتفرض عليهم ضرائب? لأ. بنقسم منهم الاعفاء الشخصي اللي وتفرد دلوقتي بقت كام? عشرين الف تلاتين الف خمستاشر الف. وبعدين نقسم بقى اللي يتبقى ده للشرايح الايه? الضريبية زي ما انتو عارفين. طيب. آآ كل ده انا مؤجر الارض. تمام? يعني لسه ماخدناش الايه? الزراعة. طيب الراجل ده عنده مية فدان مؤجرهم بخمسين الف جنيه. هنقسم منهم تلاتين في المية يبقى هيدفع ضرائب عن كام? خمسة وتلاتين الف. طيب. يبقى ده ايه? نفع نكتب ان ده الايه? التاكسفل آآ نت برافت او آآ نسميه ايه بقى? عشان لسه في خصومات تانية فهنسمي ده التاكسفل ايه? تمام? طيب. لو انا جيت دلوقتي قلت الراجل ده عنده مية فدان. هنا بقى مش مديني. مش مديني القيمة الايجارية. بس انا عارف ان الاند تاكس اربعتاشر في المية. مديني ان الاند تاكس في فدان كام? واو عنده مية فدان. الاند تاكس في فدان خمسة وثلاثين. اعمل ايه? هقسم الخمسة وتلاتين على اربعتاشر في المية او بوينت فورتين على اربعتاشر في المية. هيديني ايه? هيديني القيمة الايجارية اللي هي اللاند. ايوة. سمعكوا بقى بتقولوا ايه? لاند رنتل. فاليو. لاند رنتل ايه? فاليو. ده للفدان. هنضربه كم فدان? في ميت فدان. طيب. يبقى انا كده جبت اللاند رنتل ايه? فاليو. اضرب اللاند رنتل فاليو دي في كام بقى مصروفات. ايوة هنخصم سبعين. هنخصم تلاتين في المية. يبقى هنضربها في كام? في سبعين في المية. تديني ان التكسب الريفنيو للراجل ده. سبعتاشر الف وكام? وخمسمية هو اللي هيدفع عنهم هي الضاربة. تمام. سهل الموضوع جدا جدا جدا. طيب. هنا اه مديني نفس الكلام عنده خمسين فدان. وآآ الاند تاكس لكل الفدادين تلات تلاف وخمسمية. بس مش مديني التاكس ريت. عارفين ليه مش مديني التاكس ريت? الاند تاكس ريت? اي الاند تاكس ريت. ليه مش مديني الاند تاكس ريت? الاند تاكس ريت. عشان هو عارف ان انا عارف ان الاند تاكس ريت كان في المية? اربعتاشر في مية. يلا نعمل ايه? نجيب الاول نجيب ازاي? هنقسم التلات تراف وخمسمية على نجيبها لكل بقى مش لازم نجيب للفدان وبعدين يلا تلات تراف وخمسمية على اربعتاشر في المية داني خلي بالك ده لقول فدان زي يعني مش بير ايه فدان ده لكل. طيب ونضرب في كام في سبعين في المية? ليه ضربنا في سبعين في المية? عشان الحكومة مدي لنا اعفاء تلاتين في المية. از ايه بقى التلاتين في المية? از ايه يا شباب? يبقى انا هتحسب على كام في المية? السبعين في المية. يبقى سبعتاشر الف وخمسمية ده اسمه ايه? ده اسمه ايه? طيب. دعالة اه نشوف الزراعات. احنا اتفقنا. عندي زراعات عادية وعندي زراعات بستانية. تاني الزراعات العادية الحبوب والقطن والكتان والخضروات. بدفع عنهم ضريبة صاروة عقارية? لا بدفع ضريبة ايه? ضريبة اه ضريبة اراضي بس. تمام? وكم في المية مصروفات? تلاتين في المية. طيب. لو انا مالك الارض هدفع ضريبة ايه ضريبة الاراضي. طب لو انا مستأجر مش هدفع حاجة خاطص. ليه? لان انا بالضريبة دي كده كده معليش ضريبة ايه? صاروة عقارية معليش عليها ضريبة اراضي. مي اللي بيدفع ضريبة الاراضي صاحب الارض خلاص ياخدوها منه. ده لو انا تاني نتالي لو ايه ما اقل? فالراجل ده اندي فيديو اللي يمتلك تلاتين فدان. خمستاشر قطنة حبوب وخمسة فواجه. خلص. ومديني الان والاند تاكس. الاند تاكس تفدان. احنا اتفقنا الاند تاكس هستخدمها في ايه? ايه برافو عليكم ان انا اجيب تمام القيمة الايجارية لان القيمة الايجارية هي اللي انا هحسب منها الضريبة. كأنه مقدرها. طيب هنعمل ايه? هنقسم الضريبة للفدان على اربعتاشر في المية. على اربعتاشر في المية. على اربعتاشر في المية. ونضرب في عدد الفدادين. يديني الف وطلتمية وخمسين من القطن. ستمية ومية وخمسين. يبقى اللي الراجل ده عنده اجمالي ايرادات الفين ومية. هل هيدفع عنهم ضرائب? لا. الفين ومية دي الارادات. بنخص من الارادات ايه? تلاتين في المية مصروفات. يعني اللي بيتبقى كم في المية? سبعين في المية. يبقى الراجل ده عنده تكسب النات برافيت او تكسب الريفنيو. كام الف ربعمية وسبعين. ده اللي هيدفعنا. تمام? يبقى تاني. احنا عملنا ايه? عملنا ان المحاصيل العادية. الضريبة كم في المية? اه انا اسف المصروفات المسموح لاتتخصم كم في المية? تلاتين في المية. عشان لو الارض دي مزروعة بنباتات بوستانية زي ما هنجوف دلوقتي يبقى النسبة هتبقى كام? عشرين في المية. طيب. هنشوف ده. مليش دعوه طبعا باي او اي حاجة. طيب الراجل ده عنده عشرين فدان. التاكس للفدان متين وتمانين. هجيب ازاي? هقسم المتين وتمانين على ايه? هقسم المتين وتمانين على اربعتاشر في المية. دي الضريبة. اللي هي بتمسل الاربعتاشر في المية? يبقى اجمالي قيمة الايجارية اللي انا حسب على اساسها الضريبة. الحكومة مقدرها بكام? يبقى انا اقسم متين وتمانين على اربعتاشر في المية. واضرف عدد الفتديني الديني نت ريفنيو كام? اه توتل الربنيو كام اربعين الف. طيب نحسب ازاي نخصم من الاربعين الف دول تلاتين في المية. يعني قيمة اللي هيتحسب عنها الضرائب كام في المية? سبعين في المية. يبقى ندفع ضرائب عن كام? تمانية وعشرين الف. طيب. تعالوا نشوف الزراعة بقى. الزراعة. الزراعة موضوع سهل جدا برضو. عندي طريقتين. عندي طريقة اللي هي التقديرية. اتفقنا ان كام? سبعين في المية. طيب لو الاراضي دي مزروعة بهورتي كولترل برودكس يعني نباتات بستانية زي الفواكه النباتات العطرية الزينة. تمام? دي هتتحسب ايه? دي هتتحسب مصروفات عشرين في المية بس. بقى انت هتدفع ضرائب عن كام? تمانين في المية. ده مش كده وبس. دي هتتضرب في اتنين. ليه هتتضرب في اتنين? مرة لضريبة الارض ومرة لضريبة الايه? المحاصيل. اللي هي بيدفع عليها تاكس اون ريال استايت. اما للارديني ريكروبس ما تضربتش في اتنين ليه? علشان هي معافية من التاكس اون ريال ايه استايت. يبقى عليها ضريبة الاراضي فقط. حلو كده? طيب. قبل ما نبدأ لازم حضرتك تبقى عائل دي العشرين في المية لازم تبقى عارف حاجة سهلة جدا. ايه هي? الاعفاءات. لو انا دلوقتي عندي ارض وزارها من حصيل بستانية. الاعفاء ايه? والله لو فواكه ليه تلات فادادين اعفاء. لو نبتات عطرية ليه زي ايه? زي النبات العشاب الطبية. زي الزينة. زي العطريات كلها. ليه كام? ليه فدان بس. فدان واحد. طيب. ايه اللي هي ايه? زي ما قلتلكم في الاول الحضانات بتاعت الزراعات الشتلات. دي ما فيش خالص. الا لو انا قلت له ان انا زارع ايه مش هيديني اعفاء اكتر من ايه? من فدان. يبقى. لو ما قليش يبقى ملهاش اي اعفاء. انما دول انت عارف ان دول ليهم تلات فادادين ودول ديهم فدان. اللي هي ايه? نبتات الايه? لها فدان. طيب لو انت الاونر لو انت المالك. لو انا الاونر هنضرب في اتنين. ليه اتنين? الاند تاكس والبلانتيشن تاكس اللي هو بيتخد عليه تاكس طيب. وده بيفكرني تاني بازاي نحسب خلاص انت دي عرفتها قراتي. اللي هي بتقسم التاكس على اربعتاشر في المية عشان نجيب طيب. يعني لو اللي زارع مستأجر بس يبقى هيتضرب مرة واحدة بس. ليه مرة واحدة? لان هو مش مالك الارض. الارض قراتي عليها ضريبة. هو مستأجر. وده الاكتوال بيز. لو مديني بقى الاكتوال بيز ومقدم اقرارك الضريبة وبتدفع الضرائب في مواعيدها وقصة دي كلها. بناخد حضرتك الاكتوال ريفنيو بتاعك نقص الاكتوال ما بناخدش بنقدرش قيمة الارض ونقسم عشرين في المية او تلاتين في المية. هنشوف مع بعض الامثلة سهلة جدا. طيب عندي عندي ايه? رامي مستأجر. طيب مستأجر يبقى هيدفع ضريبة ايه? مرة واحدة بس. طيب مستأجر وزارع نباتات او زراعات عادية زي القطن الخضروات الحبوب الامح الكتان مش هيدفع ضرائب خالص. يبقى مديني رامي ومديني كوتن. وقال انه هو تاننت. حل? يبقى مش هندفع خالص لرامي عن القطن. ليه اللي يدفعها صاحب الارض? طيب رامي زارع فواكه وزارع زراعات اورنامينتل عطرية وهولتكالشل نيرسلز يبقى يدفع عنهم ايه ضرائب? بكم في المية اعفاء مصروفات عشرين في المية? طيب يلا نفس الكلام. مديني اللاند تاكس. اجيب القيمة الاجارية ازاي? هقسم اللاند تاكس دول على اربعتاشر في المية. طيب اسمت على اربعة او اضرب في المية على اربعتاشر او اقسم على اربعتاشر في المية هي هي يعني اكيد صح? انتم فاهمين. طيب. سخلي بالك البنانة فواكه. ليه كام اعفاء? تلات فدادين. الاورنامينتل النباتات العطرية. ليه اعفاء? ليه فدان. يبقى التلاتاشر نشيل منهم واحد. الخمستاشر نشيل منهم تلاتة عشان دي فواكه. طب الحضانات بتاعت الزراعات اللي باخد منها الشتلات. ما ليش اعفاء خالص. ايه ده امال انت ليه شلت هنا واحد? قال لي علشان رامي ده. اخد فدان زارع وفورهيز وطالما فورهيز يبقى ليه فدان. جبنا قيمة الايجارية. حلو? نشيل منها ايه بقى? او نضرب في كام? تمام? برافو عليكم? تمانين في المية. لان فيه عشرين في المية من اللاند رنت الفاليو كاكسبنز. متبقى التاكسبل نت برافت او نسميه الاتنين واحد. انا افضل ان نسميه عشان لسه فيه مصروفات تالي. طيب. تعالى نرجع تاني. افرد بقى النرامي صاحب الارض. اهو. زي سيم بس افرد النرامي صاحب الارض. ناخد الاول الزراعة اللي ايه يا شباب? الورداني ري كراب. طيب. لو انا زرعتها بورداني ري كراب. ايه اللي هيحصل? ايوه الورداني ري كراب اللي هو القطن ليه كام? يلا انا نستاني يوم. طيب. يلا شباب. القطن قلنا بنحدد قيمته الاجارية وبنخصم كم في المية? تلاتين في المية. نفصله عن باقي الزراعات. ليه? علشان ده لي ضريبة وليه اعفاء. وده ليه اعفاء. فحسبنا القطن. جبنا اسمنا الضريبة الاراضي على اربعتاشر في المية وضربنا في عدد الفتادين وخصمنا منهم تلاتين في المية. بس رامي بقى صاحب الارض ده مثال تانية كأنه مثال تاني. وزارع محاصيل. حال فيش مشكلة? خمستاشر لينا اعفاء كام? تلاتة. آآ تلاتاشر لينا اعفاء كام من واحد. اللي لنا اعفاء كام? مناش اعفاء. بس قال لي ان انا استخدمت يبقى نخصم طب لو قال لي استخدمت الماكسيمم هو ون فتدان. ونحسب لها بس دي زراعة. زراعة وفي نفس الوقت ايه نباتات بوستانية. يبقى هنعمل ايه? هنضرب في اتنين. ليه اتنين? مرة علشان هو مالك الارض ومر عشان زراعها بنباتات ايه? آآ بوستانية. طيب يبقى هنحسب الاعفاءات. نحسب ونضرب في اتنين. يديني لاندرينت الفاليو خمسة مائة. هنخصم بقى من الخمسة مائة دول كام يا شباب? عشرين في المية كمصروفات مش تلاتين في المية. تلاتين في المية دي لو نباتات آآ زراعات عادية. إنما عشرين في المية لو آآ آآ نباتات بوستانية. يبقى رامي في حالة ان هو المالك هيدفع خمسمية واربعة على الزراعات العادية واربعة تلاف على آآ الزراعات آآ اربعة تلاف تمانين على الزراعات البوستانية يبقى اجمالي اللي هيدفعه اربعة تلاف خمسمية اربعة وتمانين تكسب آآ نترابي. تمام? يبقى لو انا مالك هدفع ونخصم عشرين في المية. لو آآ نباتات بوستانية. لو انا مالك ونباتات عادية بس تلاتين في المية. لو انا مستأجر هحسب النباتات البوستانية واخصم عشرين في المية. لو انا مستأجر وزارع زراعات عادية مش هدفع ضرايب خالص لان اللي هيدفعها هو المالك. طيب. نفس الكلام الراجل ده زارع آآ آآ ميت فدان لاند رنت الفاليو الف. لازم نجيب الاني والرنت الفاليو الف. خلاص. الفواكه كم اعفاء? تلات فدانين بروفو عليكو. يبقى مية نقص تلاتة سبعة وتسعين فدان. هنا القيمة الاجارية مش مديني الضريبها. القيمة الاجارية على طول يبقى ايه دي. يبقى اه لو هو المالك يبقى هناخد الاول خليه سيبه اتنين دي. هناخد المية فدان نشين منهم تلاتة سبعة وتسعين. في القيمة الاجارية الف في تمانين في المية. استنى ده مالك يعني هيدفع مرتين ضرايب يبقى نضرب في اتنين. طب ده مستأجر يبقى هندفع الضريبة ايه مرة واحدة فقط. طيب. طب لو مش مديني القيمة الايجارية ومديني اللاند تاكس. خلص نحسابها احنا نقسم الخمسة وتلاتين لاند تاكس. على اربعتاشر في المية ونضرب في عدد الفددين. بس هنا خمسين فدان خلي بالك هي مزروعة بايه? بميديكل اروماتيك بلانت. يبقى ليه اعفاء اد ايه? برافو عليك وليه اعفاء فدان. طب هو المالك اللي مستأجر المالك. يبقى هنضرب في كم مرة? في مرتين. لانه هيدفع الضرائب عن الايه والايه? ايه عن الارض وعن الزراعة نفسها. تمام? طيب. نفس الكلام اه الراجل ده اه اه بورتيكولر اف اجريكولشور يعني الارض ملكه او على حسب ما هو هيدين في المسألة طيب. موضوع بسيط. نحسب الضريبة ازاي? اولا بديني طالما بديني ازاي ما اتفقنا? هنقسم على اربعتاشر في المية. ايه اللي اربعتاشر في المية دي? دي الضريبة نفسها. ودي الضريبة بالجنيه. لو اسمنا ده على ده ديني القيمة الاجارية اللي هم مقدرين على اساسها الضريبة. طيب. يلا يا شباب. متين وتمانين على اربعتاشر خبسمية وستين على اربعتاشر. طيب. دي عدد الفدا دي. اولا الفواكه. هو بيمتلك الارض. بيمتلك يبقى نضرب الضريبة كم مرة? مرتين. ماشي. بس الفواكه ليه عفاق كم فدان? تلاتة. هيبقى عشر نقص تلاتة. تمام? ممكن نضرب على طول ونقسمها على اربعتاشر او تقسم المتين وتمانين على اربعتاشر وتضربها في عدد اللي ايه? الفدا دين مفيش مشكلة. ونضرب في اتنين. ليه اتنين? عشان قالك هو طيب في حالة الزراعات البستانية هنخصم كم في المية? عشرين في المية. يبقى هيتحسب ضريبيا عن كام? عن تمانين في المية. طيب النباتاتة العطرية ليه اعفاق كام? فدان واحد بس. طيب هنضرب في اتنين? لا استنى. ما انجرها. يبقى هنضرب ضريبة مرة واحدة بس مش هنضرب في اتنين. طيب ليه اعفاق? ملهاش اي اعفاق. واتنين قوند يبقى هنضرب في اتنين. يبقى نقسم تمنمية اربعين على اربعتاشر. ونضرب في تلاتين فدان ونضرب في تمانين في المية. طيب. ونجمع الضرايب كلها اللي الراجل ده هيدفعها. يبقى ده اللي هيدفعها. طيب. سهل الموضوع جدا جدا جدا. بصوا بقى. هنلغي المسال ده. طيب. هنا بقى هنتكلم على لو مقدم اقراراته الضربية. موضوع سهل جدا. لو مقدم اقراراته الضربية. هنعمل ايه? هنحسيب له الضريبة الجزافية او التقدير الجزافي. وهنحسيب له الكاش بيز اللي هو مقدم. وهي خليني لمصلحة الممول اللي هو التاكس بير. هاخد له الاقل. الاقل. يعني لو انت حسبت له التاكس نت برافت. تاكس بل اه نت ربني. ده على القيمة التقديرية لقيتها مية الف. ولو حسبت له التاكس بل نت برافت. ده على اللي هو مقدمه لقيته سبعين الف. هتاخد السبعين الف. كبيز للضريمة. اه يبقى انا خليني لمصلحة الايه? الممول. ده لو قال لي ان الراجل ماقدم ايه? يعني دفاتر منتظم. اه ما قالش يبقى احنا ماشيين ايه? يبقى دي ايه? ايوه دي خضروات. اه بعشرين فدان. خمسة وتلاتين. يعني اسم خمسة وتلاتين على اربعتاشر في المية. ونضرب في عشرين فدان. ولينا تلاتين في المية. يبقى الراجل ده تكسب النات ريفنيو عنده كام? تلاتة خمسمية. بس قال لي ان هو باع الحاجة دي. الاني والرنت الفاليو الف وكام? الف وخمسمية. طيب. وهم كام فدان? ده الاكت ولا هو? طيب. يبقى عشرين في الف وخمسمية. اه في خمسة وتلاتين فدان على اربعتاشر في سبعين في المية. يبقى ايه اه اه اكسبلوتيشن. تلاتة خمسمية للفدان. وهم اه اه عشرين فدان. طيب. يبقى عدد الفدادين خمسة وتلاتين. اه اه عشرين صوري. فالتاكس بير فدان اه. قال لي كام صوري معلش خمسة وتلاتين على اربعتاشر في المية في سبعين في المية. طيب. مع ان قال لي ان الاني والرنت بير فداني يعني مديني الارنت الفاليو الف وخمسمية. هناخد الالف وخمسمية. طالما مديني الاني والرنت ومديني الاني والرنت تكسب هناخد الايه الاني والرنت هنضغي دي معلش. ونضرب في سبعين في المية طلع السبعية واحد وعشرين الف. طيب الرجل ده عنده ايه? عشرين فدان. عيال انهم اجر الفدان بالف وخمسمية. عشرين في الف وخمسمية تلاتين الف. ودفع خمس تلاف. يبقى المفروض تكسب النات بتاعه خمسة وعشرين. احنا لما حسبناها بالطريقة التقديرية طالة كام? واحد وعشرين. يبقى احنا هناخد الواحد وعشرين. انا ببقى ايه ايه? طيب. هنا بنفس الكلام مديني اه ان عندي الربنيو. طالة ما مديني الانيور 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 والتاكس هناخد الانيور على طول. تمام? يبقى دي برضو هنقى هنلغي الحتة دي. خمسة واربعين الف. ده زرع ايه? زرع قطن. يبقى برضو هتضرب في ايه? فزرع قطن جاء بخمسة واربعين. وحبوب جابت له كان خمسين. مش هنستخدم بقى هنا طيب. القيمة الايجارية للفدان كام الفين? وهم كام فدان? هم تلاتين فدان. الفين في تلاتين ونضربها في سبعين في المية طلع اتنين واربعين الف. طيب. الاكتوال بيزز. الاكتوال ريفنيو جاب له القطن جاب له خمسة واربعين والحبوب جابت له خمسين خمسة وتسعين الف. ودي المصروفات بتاعته. الراي والاهلاكات والكلام ده كل. خمستاشر الف. خمسة وتسعين بس خمستاشر يديني كام? تسعين. يدفع على اساس ايرادات تسعين? ولا اتنين واربعين? لا اتنين واربعين. وهنلغي التسعين. احنا خلينا في مصلحة ايه? طيب. اه ده بردو نفس ال ايه? نفس الكلام. طيب بص يا شباب. لو انا جيت دلوقتي قلت تعالوا نتكلم بقى عن حاجة تانية اللي هي طبعا بعد ما هنخلص في بردو امسلة وارا والموضوع سهل ودايرك ما فيش في اي مشكلة. وزاتها اهمية ايه? اه كبيرة. طيب بصوا يا شباب. لو بيقول لي الرافنيو اف ليسنج الفورنشد فلات. يعني انا عندي ارض اه سوري اه عقارات واكجرتها. الحكومة هتاخد الاكت والرنت وتضربه في خمسين في المية بس. وهتعتبر الخمسين في المية التانية ايه? مصروفات. تمام. هنا عندي اه شقة بأجرها في خمس تلاف جنيه. اجرتها لمدة تسعة شهور. خمس تلاف تسعة شهور. خمسة واربعين الف. وندربهم في خمسين في المية. ليه? اعتبر خمسين في المية مصروفات. طيب. الرافنيو اف بيلدنج بروبرتي. البيلدنج بروبرتي بقى مختلفة. بناخد البيلدنج تاكس. نقسمها على التاكس ريت. عشان يديني قيمة الايه? الايجارية. ونقصب منها الاندرنت الفاليو. لو انت اساكم في البيدة. بس الحكومة مردتنيش عفاق غير ايه? واحدة واحدة بس. يعني لو انا عندي امارة عشرين شقة. مليش غير شقة واحدة بس هي اللي ما عفنها. وهضرب احسب. اعتبر مصروفات كام? او انا اسف الاعفاء عشرة في المية. والمصروفات كام يا شباب? اربعين في المية. مصروفات. تمام? يبقى انا هدفع ضريبة للوحدات او المباني كم في المية? ستين في المية. طيب. تعال نشوف ده لو انا اجرت. لو انا ببني. بنحسب قيمة ايجارية. اتفقنا بنحسب قيمة الاجارية ازاي? بنقسم البيلدنج تاكس زي على النسبة بتاعة الضريبة العقارية على طول. وبعدين ناخد البيلدنج جرانت الفاليو ونقسم منها ايه? المصروفات. اربعين في المية كمصروفات ده البيلدنج. خمسين في المية في حالة الايه? الايجار تمام. طيب. ده كل ده. طيب. لو انا بقى مقدم اقراراتي والكلام اللي انتوا عارفينه وبدفع ضرايب ومنتظمة. يبقى باخد الاكتوال رفنيو ماينس الاكتوال ايه? طيب. لو انت عندك ارض او مبنى او شقة وبعتها. بتدفع ضرايب? اه بتدفع ضرايب اسمها ضريبة التصرفات العقارية. كم في المية? اتنين ونصف في المية. ميه اللي بيدفع? البيع او المشتري? البيع هو اللي بيدفعها. فانا لو اقرار باعة تشقق بمليون جنيه. هدفع اتنين ونصف في المية منها. يعني خمسة وعشرين الف. دي اسمها ضريبة ايه? تصرفات عقارية. طيب. دي امثلة. حتة المباني دي الستين والخمسين دي سهلة جدا. ما فيش فيها مشكلة. طيب. بص بق. دي امثلة عن اه فددين وبرده بيع مبنى او شقة باتنين مليون هيدفع كم في المية? اتنين ونصف في المية. ده غير الحصيدة اللي ايه? الزراعية بقى بتاعته. ما دي لك الامثلة وما دي لك الحلول ايه بتاعتها. طيب. هيقون مية فدان. عشرين فدان اورنج. اربعين فدان مانجو. هو بيمتلك. دي اوردين وعشر فددين اوف روتس منهم تلاتة ستيل ان دا جراس لافل. يبقى طرام في جراس لافل هيتشاله. غير التلاتة اصلا اللي هم مع فيين. خمس فددين اوف روتس لها واحد. خمسة اوف استخدم منهم فدان يبقى ليه عفاء. وبدين الاجريكولتشر ايه? لاند تاكس عشان نقسمها على اربعتاشر في المية. بيمتلك مية فدان اوف ديزرت لاند الصحراء. امتى? واحد واحد الفين وعشر. وهو هنا عشرين واحد وعشرين. ده لو مدة العشر سنين مع فيين. لان احنا قلنا لو الاراضي الزراعية ليه اعفاء كام? عشر سنين. طيب. انما هنا في في المدة الايه? اربعين فدان منجا تلاتة وعشرين فدان منهم. وهو ده اللي انا هدفع ايه? عليه ايه? الضرايب. لان الفددين اللي مش برودكتف هي لسه ما انتجنش منها حاجة. صح? يبقى انا هدفع على ايه? الفددين بس. طيب. تلاتة وعشرين فدان. وانا ليه اعفاء كام? ايوا بروف عليكم ليه تلات فددين. يبقى انا هدفع ضريبة عن كام اهو? عشرين فدان. عشرين فدان برطقان. من تلات سنين. يبقى هيدفع عليهم ضرايب بس نشيل منهم التلات ايه? فددين. طيب. اه الضريبة واحد وعشرين قلنا هنقسم الواحد وعشرين على اربعتاشر. وطالما دي مش محاصيل ايه اه عادية. يبقى هنضرب في كام? تمام بروف عليكم في اتنين. اه طيب. هنا دي ومش ده ده تتحسب لوحدها غير ايه? اللاب اللاب هيدا. دي بس في غلطة هنا دي مش لاند تاكس هي يبقى دي ايه? تاكس هنشيل دي. ونكتب مكانها ايه? تاكس يبقى حسب بكام? ده مهمة جدا 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 الامثلة دي. جدا. طيب. ده مثال تاني برضو حلينا واحد زيه. اه وهو محلول. يبقى احنا خدنا 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 الزراعات بتاعة الاراضي. هنا اه دي بقى ايه? اه بيمتلك عشرين شقة ليه شقة واحدة بس مؤجرهم بالف وستمائة وعشرين للتسعتاشر شقة. طيب نحسب الضريبة ازاي التسعتاشر ده يبقى في اتنشر شهر في ستين في المية. ليه ستين في المية? عشان الحكومة دات له اربعين في المية. وملقمت خمسين. لا خمسين في المية دي لو انا مؤجر شقة مفروش. انا هنا مش بقى دي ضريبة عقارية. تمام? طيب. عندك اه مثال تاني برضو محلول. عندك مثال تالت تلاتين ده هنلغي هنلغي ده. طيب. احنا كده لغينا ايه مثالي. ده بالنسبة للتاكس سهل جدا وفيش في اي مشاكل. طيب. يبقى الدرايب. حضرتك. عندك الانتروداكشن. اللي هي انواع الدرايب والاقرار الضريبي وقصة دي كلها. عندك التاكس عن ريال استيت. عندك تأثير الارتفيشيال انتاليجنس والماشين ليرنينج على التاكس ديكلاريشن وتاكس اكاونتنج. زي ما انا نزلته. عندك التاكس عن ريال استيت. ودي المسائل اللي حضرتك تهل لها في التاكس عن ريال استيت والمسائل اللي احنا حلناها معك في المحاضرات دي تهل لها بالنسبة للتاكس عن كوميرشل وكده تقفلت التاكس. تحل وزاكر اول باول وشد حيلك. وربنا يوفقكم. تمام? بالنسبة للانستيتيوشن في الفاينانشال استيتمنت على اساس ان انت لو في البنك وجايلك حد بالقائمة المالية وعايزك تقيمه. منزلها لكم قبل العيد. والانستيتمنت والبالانشيت بتاعت البنك. برضو البي دي اف نزل. تمام? فاضل بس بي دي اف كمان صغير كده عن دور او ده انتم عملتوا عليه ريسيرش دور على المحاسبة في المؤسسات المالية وخاصة البنوك. تمام يا شباب? بالتوفيق ان شاء الله وربنا يوفقكم وشد حيلكم في المذاكرة وربنا يمعيكم بازن الله. نشوفكم على خير. اشتركوا في القناة